وقال إحسان عمل برضو بصمته مع عدل إمام طبعاً وعلى فكرة ما قالش حاجة مهمة جداً إنه هو كان مفروض نجي عطالة ده فيلم قبل ما يتحول مسلسل وكان هعمله وائل فعلاً بس اتعصر انتجياً بقى وتقرر إنه هو يتحول لأنه مكلف كبير جداً في السينما فقرروا نحاولوه مسلسل تلفزيوني بس جاه بقى رامي إمام كمخرج بدل وقال إحسان يسرى كمان يعني يسرى من الفنانات اللي اشتغلوا يمكن أكتر من 17 فيلم مع عدل إمام 17 تحديداً 17 17 فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة أسكياء لكن أغبياء طبعاً الإرهاب والكباب والمنس والمولد والإنس والجن المولد وا 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 ليه يسرى؟ ليه التقلق الشديد في المشهد اللي بيجمع ما بين يسرى وعادل إمام؟ لأن يسرى نجمة كبيرة جداً وأنه فيه تفاهم غريب جداً يعني أنا من الكواليس اللي حكيتها لي مدام يسرى يعني يعني أنها كانت في الإنسان يعيش مرة واحدة ده فيلم سوز وحيد حامد إخراج سيمون صالح ما كانش هي البطلة كانت بطلة تانية ولو سوز عادل أكلمها قال لها هات شنطة هدومك وعليها كم طعم كده حاجة سوداء أو حاجة كده قالت له طب أنا دخل أصور مع أحمد زاكي فيلم قال لها بقولك تعالي كذا كذا قالت له طب حد يستأذن وقتها كان الفيلم تليفزيوني الأستاذ مامدوح الليسي أن تروح في نفس اليوم وتعمل هذا السيناريو البديع هذا الفيلم العظيم اللي الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه يعني هي دي يسرى يا سلام يا سلام يسرى شخصي امت بارك لك يا أشرف على كتابك المهم أعتقد برضو أن الحوار بتاع أنها هتكلم عن 17 فيلم 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 بكواليس وبظروف تمثيلها ده كان الحوار الوحيد برضو اليسر أنها هتتكلم تركزي معها عن عادل إمام مسيرة طويلة جدا من طلع في فيلم ما فيش أي علاقة بينهم وأرصف إيدها كده في الفيلم فطعيطت جامد فهو بعد كده قال لها هو أنا للدرجاتي كان ماشية التمثيل يعني قال لها للدرجاتي أنا واجعتك أنا آسف مش عارفة قلت له لا ده أنا كنت بمثل وبتاع فعادي يقول لها يا إردى من وقت الكلمة دي ابتدت يسرى تبقى هي على التراك مع الأستاذ عادل الإمام هي كتبة رسالة عظيمة جدا في كتابك لعادل الإمام بتقول إلى أستاذنا الغالي والحبيب عادل الإمام أشكرك على كل ما قدمته لبلدك والفنك والزملائك والجمهورك شكرا لكل ابتسامة رسمتها لكل نصيحة شكرا لإحترامك لعملك شكرا لإنك ارتقيت بالمعنى والفن وبالضحكة وبفنك في كل المحافل العربية والأجنبية شكرا لإنك الواقع والدافع والرائع عادل الإمام أنت استعادها لخصت الجملة الحقيقة لأنه فعلا استعادة لخصت عادل الإمام في جملة فحقيقة هو استعادة فعلا حقيقة طيب